بالنسبة لحياة البرزخ هل إنسان ينام إلى أن تقوم الساعة؟ لا حياة ما في نوم البرزخ ما في نوم البرزخ ليس فيه نوم البرزخ حياة وإذا كسميه حياة البرزخ نوم في هذه الدنيا فقط بعد أن تخرج الروح من الجسد لا نوم بعد ذلك حياة أبدية تبدأ بالبرزخ وتنتهي بيوم القيامة يوم القيام بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار حياة البرزخ هي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار البرزخ وهو القبر الناس فيه على ثلاثة أحوال الحال الأول حال المؤمن التقي فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعثه؟ فيكم فيقول ربي الله ديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب من النار ثم يقال له هذا مقعدك من النار لو كفرت ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك أبدا ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ويسعد ويرى مكانه في الجنة فيقول ربي أقم الساعة حتى يدرك هذا الشيء ويظل في نعيم في قبري حتى تقوم الساعة فيدخل إلى جنات رب العالمين الحال الثاني حال الكافر الكافر كذلك والمنافق يقعد ويقال له من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول ها ها لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة مرزبة على رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلاء يعني إلا الإنس والجن حيوانات تسمعها ولذلك الحيوانات تسمع أشياء لا نسمعها نحن على كل حال فيصيح صيحة ثم بعد ذلك يفتح له باب من الجنة ويقال له هذا مكانك في الجنة أو منزلك في الجنة وكنت آمن ثم يغلق لا يفتح له أبدا ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وريحها فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة هذاني صنفان الصنف الثالث وهو المؤمن العاصي أصحاب الكبائر وأصحاب الكبائر هنا يتفاوتون منهم من هو مسرف على نفسه بالكبائر ومنهم من هو غير مسرف فهلاء تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ربنا سبحانه وتعالى وأهل الكبائر هؤلاء قد يعذب بعضهم في القبر فترة من الزمن تكفي المعاصي التي أتاها ثم بعد ذلك ينعم في القبر وينعم في الآخرة وبعضهم قد يعذب في القبر ويستمر العذاب حتى يوم القيامة أيضا يدخل النار فيكمل ما بقي له من العذاب لأن عذاب القبر يخفف عذاب الآخرة فيدخل النار والعياذ بالله فينال منها ما نال غيره ثم بعد ذلك يصيره إلى الجنة لكن ما في نوم وأما قول الله تبارك وتعالى عن الكفار قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن فسموه مرقدا مقارنة بما سيأتي من العذاب إنهم رأوه في القبور هذا مقعدك في النار وهو يخاف أن يذهب إلى ذلك المقعد فقال هذا الذي أنا فيه من العذاب مرقد بالنسبة لما سيأتي فالقصد أن القبر ليس فيه نوم وإنما حياة برزخية أما قضية أنه ينتقل ويذهب ويزور غيره وكذا قال به بعض أهل العلم لكن لا يظهر لا يظهر لا يظهر والعلم عند الله هذا أمر غيبي على كل حال الله أعلم به ولكن ظاهر النصوص أن المؤمنة مشغول بالنعيم وأن الكافر مشغول بالعذاب كما قال الله تبارك وتعالى على الكفار النار يعرضون عليها ودوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وقال الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم مشغولون إما بنعيم وإما بعذاب وبعض أهل عمدها بأنه يكون تزاور بين أهل القبر من المؤمنين وأن هذا جزء من النعيم ورد في أحاديث لكن كلها ضعيفة فالله واحد هذه القضية أمر غيبي الله أعلم به قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر